موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد مرحبا بكم أحبة الكرام في هذا اللقاء المتجدد عبر الأيام 24 ونتحدث فيه عن سؤال يطرح في ارتباط المرض بالإفطار في رمضان وخصوصا مرض كورونا الذي يعيشه الناس اليوم ونسأل الله تعالى أن يرفعه عنا وعنكم وعن جميع أهل الأرض الله عز وجل حينما شرع الصيام شرع معه الإفطار للمريض والعاجز والمسافر وغيرهم من أصحاب الأعضار فقال سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والخرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى المريض هنا اسم عام لكن العلماء قيدوا هذا المرض بالمرض الذي يشق معه الصيام بمعنى المرض الذي يستطيع معه الإنسان أن يصم فليصم أما إذا كان يشق معه الصيام فإنه ينبغي له أن يفطر مثلا إنسان مجرح في يده هذا مرض عنده جرح في يده ودير واحد الضماضة أو مهرس يعني مكسور ودير الضماضة هذا مرض لكن لا يضر في الصيام فهذا يصم لأن هذا المرض لا علاقة له بالصيام إنسان فيه مثلا زكام عادي جدا أنواع خفيفة من الزكام أو كحة يعني يستطيع معها الصيام فيصم لكن إذا كان هذا الزكام يحتاج إلى يعني وصل إلى درجة معينة يحتاج معه إلى دواء كل ساعتين أو كل ثلاث ساعات فهذا يصبح من الواجب عليه أن يفطر لماذا؟ لأنه إذا صام سيتأخر ذلك المرض أو سيتطور إلى مرض أخطر منه كذلك بالنسبة لمرض كورونا الطبيب هو الذي يشخص للمريض حالته لأنه هو درجات يعني متفاوتة هذه الدرجة الطبيب هو الذي يحدد له هل هو في درجة يستطيع معها الصيام لا بأس ولا يضره الصيام ولا يؤخر عنه الشفاء فإنه يصوم أما إذا قال له الطبيب إن صيامك خطر عليك لأنك ينبغي أن تنضبط بهذا البروتوكول الصحي الذي تأخذ فيه دواء كذا وكذا في العاشرة صباحا ودواء كذا وكذا في الظهر ودواء كذا وكذا في العصر ودواء كذا وكذا في الليل بمعنى أن لكل ساعتين أو ثلاث ساعات دواء معين ينبغي الانضباط به في هذه الحالة لا ينبغي للإنسان أن يصوم لأنه إذا صام سيدر بصحته سيتأخر مرضه أو سيتطور مرضه والله عز وجل قال لنا جميعا وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا بمعنى الله عز وجل غني عن صيامنا ولكن أرادنا أن نصوم حينما نكون أصحاء وأراد منا أن نفطر حينما نكون مرضى فالله الذي أمرك أن تصوم حينما تكون صحيحا هو الذي أمرك أن تفطر حينما تكون مريضا فعليك أن تستجيب له في هذه الحالة وأن تستجيب له في هذه الحالة فمن كان يضره الصيام بسبب كورونا يفطر من كان يضره الصيام بسبب مرض القلب يجب عليه أن يفطر من كان يضره الصيام بسبب مرض السكري يجب عليه أن يفطر ومع ذلك تجد بعض الناس يشقون على أنفسهم الله عز وجل الذي خلقهم خفف عنهم وهم يشقون على أنفسهم يقولك أنا ما جتنيش نفطر وما مولفش كنفطر وكذا ويعاند وربما يسخف ويطيح شحام واحد صام ويسخف بعد العصر وسقط ولم يكمل الصيام ولم يكمل صحته وضعها في خطر فلذلك الله يجازكم بخير الله عز وجل الذي شرع لنا النصوم إذا كنا صحة شرع لنا أن نفطر بل أوجب علينا أن نفطر إذا كان هذا الصيام خطرا على صحتنا ونسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من مضلات الفتن وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والحمد لله رب العالمين